الحقيقة انه فكرة علاقة مصر بفلسطين بعيدا عن التاريخ والجغرافية والعروبة والقومية والكلام الجميل ده كله وبعيدا عن فكرة برضو انه هو القصة لاها علاقة بالعقيدة وبيت المقدس وأكنف بيت المقدس والقرآن الكريم وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام والكلام المفترض انه اي انسان مصري مسلم بيعتز به وبيؤمن به وبيعمل على تحقيقه وبيلقى به الله عز وجل طيب فده بعد موجود لا يمكن انكاره او اغفاله لانه هو ده البعد اصلا للمفترض ان احنا نقابل بي ربنا فده البعد المفترض ان احنا نكسب بيه اخرتنا يعني لو ما كسبناش بيه دونيتنا مش مشكلة بس المهم ان احنا نقابل بيه رب كريم ونقول له يا رب نصرنا اهلنا في فلسطين يا رب حاولنا ان ندافع عن بيت المقدس حاولنا ان يكون يعني مثل المؤمنين في تودهم وترحمهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو دول الحقيقة خمسة وثلاثين الف واحد استشهدوا ودول اكتر من مئة الف مصاب ودول اكتر من اثنين مليون واحد بيشتكوا بالهم تمن شهور تداعى له سائر الجسد بالصهر والحمى فاحنا كنا بنتداعى بالكلام وبالحزن وبالغضب وبالمظاهرات وبالتدوين وبالنشر وبالكلام شاء من شاء وابى من ابى يعني وليذهب من يعترض على ذلك الى اسفل سافلين او الى الجحيم ايا كان اسمه ابراهيم عيسى او غير ابراهيم عيسى كويس فقصة ان هي القصة لها بعد عقدي وبعد ديني وبعد اسلامي اه هي ليها كده سنلقى بي الله عز وجل زي ما قلتلك شاء من شاء وابى من ابى كان لهذا الامر ضريبة في الدنيا او لا ايا كان فدي اول نقطة النقطة التانية الامر له بعد قومي نعم طبعا له بعد قومي فين يا جماعة وطني حبيبي الوطن الاكبر يوم ورا يوم مش عارف ايه بتكبر وانت صراته ماليا حياته وطني مش عارف ايه وبايه ايه فين يا جماعة الكلام الجميل ده فين الحلم العربي فين الضمير العربي فين الكلام ده هو انتو مش الجيل بتاعكو ده احنا كبرنا واحنا بنسمعكو بتكتبوا مقالات وبتعملوا ندوات وبتطلعوا في حلقات عشان تقولولنا ان القومية العربية شيء عظيم وان تقسيمات سايكي سبيكو وان الدول العربية وان جامعة الدول العربية وان مش انتو يا جماعة اللي كنت تقولوا الكلام ده مش انتو اللي طلعتوا تعلمونا ان القومية العربية دي حاجة جميلة وحاجة عظيمة مش كده ولا ايه ولا لا دلوقتي قومية العربية وحشة وبعد حاجة كخفة من بعد قومي وعروبي نعم هو واجب ان تنتصر لفلسطين جميل جميل من بعد تاني له علاقة بالبعد اللي هو الوطني كويس في البعد الوطني اللي هو ايه ان مصر بلدي بس انا بحافظ عليها بس انبارح شرحت لحضراتكو العلم والدبابة اللي عليها علم المفترض عدو ليك اطمعهم في سيناء اللي هي ارضك اللي هي وطنك اللي هي حدودك اللي هي مصلحتك انبارح كنا بنتكلم في ده فعيد تاني من بعد ديني وعقدي من بعد قومي عروبي من بعد مصري وطني يجب على مصر والشعب المصري حكومة وشعبا او المصريين يعني حكومة وشعبا ان يدافعوا عن قطاع غزة وعن فلسطين جميل لكن اريد بالمصريين ان يصنع منهم مجموعة من الخنازير طيب انت اسمه بتتكلم على الحيوانات لا انا بتكلم على حيوان واحد اسمه الخنزير له مواصفات يبغضها كثير من البشر الخنزير دايما بيبقى في حضيرة بيبقى متسخ جلده تخين بيبقى في الوحل يعني في بعض الحاجات اللي الناس احيانا كده بتبقى ارفانة شوية منه طبعا في ناس بتاكلوا دي حاجة تانية يعني لكن انا بكلمك بشكل عام كده فيم يعني ده غير ان هو محرم في دينة لكن تمام انا بكلمك برضو على الغريزة الفطرية يعني انتجاه الخنازير شوية الناس بتقرف منه في مصر عزيزي المواطن المصري هناك صناعة جديدة ويا ريت الصورة اللي بدأنا بيها الحلقة تطلع على الشاشة اسمها صناعة الخنازير في مصر مجموعة مش بقول ان هم خنازير لا انا مش باشتم حد يا جماعة انا بقول ان في صناعة للخنازير رموز الصناعة دي واعلمها ومن يديرون المصنع بتاعها دول مجموعة منهم طبعا مدير المصنع قاعد فوق اهو على الشمال المشهد اللي عليمين العالمين المصري والفلسطيني ده الجزء الاول اللي انا قلته انه التلاقي ما بين مصر وفلسطين من دافع عقدي واسلامي وديني ومن دافع ايضا قومي عروبي ومن دافع مصري وطني ان الصورة دي لازم تبقى موجودة لكن هناك من يعبث بالتلات حاجات اللي انا قلتها عن طريق صناعة جديدة اسمها صناعة الخنازير انت شايف الكلمة قدامك شايف مدير المصنع وشايف الناس كل واحد من دول ماسك خط انتاج من صناعة الخنازير من خنزرة الشعب المصري والشعوب العربية الناس دي وظيفتها انها تحول الشعوب العربية وفي القلب منها الشعب المصري الى خنازير ازاي ان هو يبقى متسخ في حضيرة من الوحل وحل اكل العيش وحل المشاكل وحل القمع وحل انا مالي وحل انا ماليش دعوة بحد وحل يا عمي كلهم اللي عملوا في نفسهم كده وحل احنا مالنا وحل احنا مالنا اشغل مصر كويس فدي نقطة والنقطة التانية قصة ان جلدك يبقى تخين اسرائيل دخلت محور فلاديلفيا لا دي لقطة ده هم مدخلوش قوي ده هم بس كانوا بيستفزونا بس احنا شخطنا فيهم فمشوا تبقى خنزير جلدك تخين يتعدى على امنك القومي ويتعدى على حدودك والجماعة دول عايزينك تتحول لخنزير ما يبقاش فارق معاك فدي نقطة تانية ان انت يبقى خلاص مش فارق معاك اي حاجة الجيش وظفته حماية الحدود طب فيه جزء من اتفاقية السلام تم التعدي عليها ايه وعا تتكلم على جيشك جيشك العظيم ما هو عظيم غصبا عنك جيشك الوطني ما هو وطني غصبا عنك بس انتو بتلوسوه انتو بتهينو قيمة الجيش المصري اه انا بتدفع عن الجيش المصري يا أسامة طبعا بدفع عن الجيش المصري وافضل دافع عن الجيش المصري اهو ده جيشي ده بلدي يا جماعة الخير صناع الخنازير في حضيرة الانتاج الاعلامي والله لو وقفوا على دماغهم لا هيحتكروا البلد ولا هيحتكروا مؤسسات البلد ولا هيتكلموا باسمها انت وانا غصبا عن عين التخين فيهم مصريين الجيش ده بتاعنا احنا مش بتاعهم هما هما بيلعقوا احذية قادة الجيش احنا مش بنلعق احذية حد احنا بننتمي للقوات المصلحة المصريين زي ما هي بتنتمي لين احنا بننتمي لمصر زي ما هي بتنتمي لين لكن دول لا ينتموا لا لبلد ولا لجيش ولا لمؤسسة دول بينتموا لحذاء الاقزام التلاتة إبراهيم العرجاني وعب فتاح السيسي وعب باس كامل كويس؟ فنقطة في ايه؟ ان هو بيحاول يحول الشعب لخنزير مش فارق مع احادي طيب ايه العنوان العريض لده اللي نسمعه في الفيديو ده معبر رفح ده في الجانب الفلسطيني في ارض فلسطين المحتلة لغاية 2005 بتسيطر علي اسرائيل ثم حصل انسحاب من طرف واحد من اسرائيل من غزة اسرائيل انسحبت من غزة فمعبر رفح تسلمته السلطة الفلسطينية واصبحت توليره وتسيطر عليه السلطة الفلسطينية ولما حماس عملت انقلابها في 2007 وقتلت اللي قتلتهم من قيادات فتحه ورميتهم الشبابيك وحي كده وقعدمتهم في الشوارع سيطرت حماس على معبر رفح في الجانب الفلسطين قوم ايه في 2024 مع العدوان والاحتلال الاسرائيل لغزة اسرائيل عادت واحتلت معبر رفح في الجانب الفلسطيني ملحنا بالموضادة يعني مصري فين من الحكاية دي يعني معبر رفح لهو مصري ولا صريح جات نحيتنا ولا لمست حدودنا ولا تجرؤ ولا تكسر على ذلك ابدا ولا نسمحناها ابدا طيب ماشي هي دي الارض اللي كانت محتلها فانسحبت عنها وسيطرت عليها حماس فجاءت وطاردت حماس منها واختلت معبر رفح كاني بردو احنا ملنا يعني ايه يعني ايه دور مصري في الموضوع ايه اللي اللي ما حدت عنه مصري في الموضوع كيف تصنع خنزيرا ده واحد ماسك خط إنتاج في صناعة الخنزير ابراهيم عيسى هنا عايز يقول لك ايه طبعا هو كداب يعني طبعا هو أفاق مضلل لان اسرائيل مبارح تعدد على اتفاقية كامو ديفيد إسرائيل مبارح تعدت على محور فيلادلفية إسرائيل مبارح إنت بقى لك شهرين ثلاثة بتشخط فيها داست على كل كلامك ودخلت محور فيلادلفية لكن أنا مش هرد على إبراهيم عيسى بكلامي تعالوا نشوف الراجل اللي تحول لواحد من صناع الخنزير كان بيكلم إزاي عن فلسطين في 26 مارس 2011 26 مارس 2011 كتب إبراهيم عيسى مقالا في صحيفة دنيا الوطن تحدث فيه هل مصر فعلا مدينة للدول العربية بحاجة أو مصر كانت بتدافع عن الدول العربية أو لها فضلة على الدول العربية أو لا اتكلم فيه تحديدا صانع الخنازير هذا عن مقبل رفح نقشناه في حلقة سابقة يوم 27 أكتوبر 2023 تعالوا نسمع جزء منه عزيزي المشاهدة أقدم لحضرتك المتحول إبراهيم عيسى معانا في حلقة النهاردة مقال صادم لإبراهيم عيسى اتهم في مصر بالتسبب في ضياع فلسطين يا ساتر يا رب ايه ده تفاصيل المقال يوم 26 مارس 2011 في صحيفة دنيا الوطن عنوان المقال للاستاذ إبراهيم عيسى هل مصر فعلا صاحبة فضل على البلاد العربية بالمناسبة في المقال ده اتكلم على مجموعة من الأجزاء جزء خاص بفلسطين جزء خاص بغزة جزء خاص بالمعبر جزء خاص بتهجير الفلسطينيين اللي هو طالع يعني ينظر علينا فيه ويعلم المصريين في الأدب في الجزء الخاص بفلسطين ماذا قال إبراهيم عيسى في 2011 قال أكاد أقسم لك بالله أن مصر لا فضل لها على فلسطين عزيزي المشاهد هذه كلمات إبراهيم عيسى مش كلماتي أنا مصر ضيعت فلسطين لا إبراهيم عيسى اللي بيقول لو كنت فلسطينيا لركعت لله وسجدت أدعوه إن مصر تحل عن فلسطين هذه كلمات إبراهيم عيسى مصر حربت إسرائيل في 1948 فانتهت الحرب بضياع نصف فلسطين وبالنكبة الكبرى حيث قامت دولة إسرائيل هذه كلمات إبراهيم عيسى وليست كلماتي قال كمان عن الجيش المصري العظيم الكبير الوطني قال في مقاله في مارس 2011 أن الجيش المصري الأكبر انهزم أمام عصابات صهيونية وأكد إبراهيم عيسى في هذا المقال أن مصر هي المسؤولة الأولى عن نكبة الشعب الفلسطيني بيقول كمان إبراهيم عيسى أن مصر يا جماعة شركت في الحرب دي أصلا لأن أهداف إسرائيل التوسعية والاستعماراتية أو الاستعمارية لا تغيب عن أي حمار فما بالك بالعاقل النابه الذي يعرف أن إسرائيل تبحث عن دولتها الكبرى من النيل إلى الفرات ومن ثم فالسكوت عنها وهي تحتل فلسطين كأنه ردوخ وموافقة لأن تحتل بعدها نيلنا المصري أقف هنا أصدق يا أستاذ إبراهيم أصدق أن مصر عشان تدفع عن فلسطين فهي بتحمي أمنها القومي؟ طب يا ابن الناس ما أنا بقولك الكلام ده بقى لي ثلاث أسابيع إبراهيم عيسى تكملت المقال بس عشان ما نعرضش جزء كبير من الحلقة كان بيقول الآتي بيقول إيه في نفس المقال ده بيقولك لا تكف مصر عن لعب دور السنترال في أي أزمة تحيط بالشعب الفلسطيني ثم تغلق معبر رفح حتى في لحظات العدوان الإسرائيلي على غزة يملك كثير من المصريين الجسارة أن يقولوا إن هذا عدل وحق ثم نسمع عن مخاوف من أن يأتي الفلسطينيون إلى سيناء بينما يقاتل ويناضل اللاجئون الفلسطينيون كي يعودوا إلى أرضهم يخشى إبراهيم عيسى بتكلم على نفس بارح يخشى عوام منا وغوغاء من بيننا أن يأتينا فلسطينيون من غزة إلى سيناء وكأن نخوة المصريين جفت صناعة الخنازير هو تكلم عنها في مقاله من 13 سنة وبعدين بيقول أما الانتصار للحق خلي بالك ده كلام إبراهيم عيسى مش كلامي ونصرة المظلوم وإغاثة اللاجئ والاعتصام بحبل الله فكلام لا يعرفه المصريون ولا عايزين يعرفه ده كلام إبراهيم عيسى يا جماعة قبل أن يتحول لأحد صناع الخنازير في مصر ما هو أنا ما بقيتش فاهم يا جماعة الخير هل أنت كنت طول عمرك أفقين كدبين هل إحنا ضيعنا وقتنا لما كنا بنقرأ لأمثالك في صحف مختلفة أيام مبارك يعني أنتوا جماعة كنتوا من الأول معجونين بطينة صناعة الخنازير أنتوا كان بيراد ليكم الأول أن أنتوا تبقوا جوه الحظيرة وكنتوا بتلعبوا على الشعب المصري دور أصلا مش معقول مش منطق مش ممكن أنت هنا مش بتكلمني عن خلاف سياسي مع حماس ما هو 2011 كانت حماس موجودة أنت بتقول حماس طلعت في 2007 وعملت الانقلاب بتاعها وحدفت بتوع فتح من شبابيك ما هو أنت في 2011 كانت حماس عاملة اللي أنت بتقوله لو هو صح يعني فأنت أيامها كنت بتتكلم عن فلسطين وعن معبر رفح اللي حماس موجودة فيه بتتكلم عن إسرائيل اللي هي لو دخلت معبر رفح والانتصار للحق والكلام ده وأن النخوة في عروق المصريين قد جفت طب ما هو إيه اللي حصل مبارح أنا بكلمكش لوقتي على فلاديلفيا ولا بكلمك على تفايل كامديف بكلمك على علاقتك أنت مشاعرك أنت بفلسطين بمعبر رفح هو ده بالضبط اللي بيؤكد اللي أنا بقول له حضرتك صناعة الخنازير هم بيحاولوا يحولوا المصريين لهذا النوع من الحيوانات لا يسمع لا يرى لا يتكلم غارق في وحل القذارة والسلبية وانعدام النخوة والمروءة بتضربه زي ما بتضربه ولا بيتحرك فالشعب المصري مش هيبقى كده مستحيل يبقى كده مواقع التواصل الاجتماعي مبارح كلها بتتكلم عن غضب الشعب المصري من المشاهد اللي اللي حصل